أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنى في جبالي أن قمة المناخ تعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيرا عالميا بالنظر إلى ما تهدف إليه من إنقاذ كوكب الأرض جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس النواب في الاجتماع البرلماني العالمي على هامش قمة المناخ كوب 27 بشارم الشيخ لم تألو الدولة المصرية جهدا من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها تحديا وجوبيا يجابه الإنسانية جمعاء فقد أولت اهتماما خاصا بتلك الظاهرة كأولوية رئيسية إدراكا منها للأبعاد الخطيرة والجسيمة لتداعياتها وفي هذا الإطار فقد قطعت الدولة المصرية خطوات وأشواطا في مواجهة ظاهرة تغير المناخ في الإطار الوطني جنبل إلى جنب مع الانخراط المكثف والنشط في كافة الأنشطة العالمية المتعلقة بمواجهة هذه الظاهرة دوليا ترجمة نانسي قنقر